من هو عيسى بن راشد؟ والله يا أخوي صعب توجه لهذا السؤال يعني مفروض تسأل الناس عني عشان أهمان اللي يقولون لك رأيي أنا في اعتقادي أن أنا إنسان بدأت حياتي مثل ما يبدأ الناس واشتهت وكفحت وستطعت أن أصل إلى مستوى اعتز به واعتز بخدماتي اللي قدمت للناس وللمجتمع في البحر إحنا لغانا مختص في الشعر طال عمرك ولكن رح نتطرق للرياضة شوي أنت كتبت براشد الشعر النبطي وكتبت الكلام الغنائي في أيهما وجدت المساحة رحبة أمامك والله يا أخوي شوف كتبت اثنين لكن كنت أكثر ميل للشعر الغنائي لأن الشعر الغنائي تجد الإجابة عليه في عيون وفي قلوب الناس وفي ترديدهم للأغنيات لأن أنت لما تكتب أغنية تجد له صدى كبير بين الناس أما لما تكتب قصيدة تلقيها في مناسبات ربما يحفظها البعض وربما ينسها البعض لكن الأغنية تستقر في قلوب الناس وفي مشاعرهم وفي أحاسيسهم ودائما يرددونها فأعتقد أن الشعر الغنائي متسع التسع كبير والمجال فيه أكبر وأوسع وشعر ممكن أن ينطلق أكثر ويبدع ويقدم الجديد في كل مرة موسيقى